السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا حلوين عاملين ايه? في رب الكنوب خير. النهاردة ان شاء الله هنتعلم درس جديد وغرزة جديدة اسمها غرزة الفونديشن. ايه هي غرزة الفونديشن دي? دي انا بحب ابتدي بيها الشغل اللي انا عايزة يكون بيتمط معي. يعني بيروح ويجي معي براحته ما يبقاش محكوم. زي مسلا الايس كاب لما بابتدي من تحت بحتاج جدا القرزة دي علشان ما يكونش مشدود. زي ما احنا عارفين لما بنبتدي بغرزة السلسلة بنيجي كده نمسك الايس كاب لابتديناه من تحت بغرزة السلسلة بعد ما بنشتغل عليه ونجي نلبسه بنلاقي ان هو ماسك جدا. مش بيروح ويجي معي بسلاسة. لا دي حد معين. ايه كمان? لما باجي مسلا اعمل بلوفر وابتدي من تحت. او اعمل الاسورة بتاعة القمب وابتديها من تحت. بلاقي الغرزة معي ممسوكة محكومة لما بابتديها بغرزة السلسلة. عشان كده انا بحب ابتديها بغرزة الفوينديشن دي بتعتبر سطر عادي زي اي سطر في الشغل. وهي عبارة عن ان انا بعمل خطوتين في خطوة واحدة. يعني بدل ما بعمل سطر سلسلة وعليها سطر من العواميد. لا هو انا بعمل السلسلة والعواميد في سطر واحد بس. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي هنعمل غرزة الفوينديشن. بعمل عقدة البداية ودي احنا تعلمناها في حلقة قبل كده. اللي ما شافش الحلقات دي يقدر يرجع لها على القناة. بعد كده بعمل تلاتة سلاسة. تلاتة من ورزة السلسلة ودي برضو اتعلميها قبل كده. باخد لفة على الابرة وبدخل في اول سلسلة من تحت خالص. باخد منها الخيط. بيبقى معي تلات لفات على الابرة. باخد الخيط وبطلع من اول حلقة بس. ودي اللي باعتبرها على مدار الشغل هو السطر بتاع السلسلة بتاعة البداية. وبعد كده باخد الخيط وبطلع من حلقتين. وباخد الخيط واطلع من حلقتين. يبقى انا كده بعمل غرزة السلسلة مع غرزة عمود في سطر واحد. تاني. باخد الخيط. هاجي هنا بقى ادخل فين. نبص كده مع بعض. ادي غرزة السلسلة اللي انا عملتها اول واحدة. اللي انا قلت هطلع من واحدة بس كا انها هي غرزة السلسلة. هي دي اللي انا هشتغل فيها دايما. بالطريقة ده. باخد خيط وباجي للغرزة اللي انا عملتها. بدخل فيها. وطبعا بتأكد انا دخلت في الاتنين في الحلقتين مع بعض. باخد خيط وبطلع منها. بعمل غرزة السلسلة. بسحب من واحدة بس اللي هي غرزة السلسلة ودي اللي انا هشتغل فيها الدور الجاي. وبعد كده باخد الخيط واطلع من حلقتين. واخد الخيط واطلع من حلقتين. الحلقتين والحلقتين دول اللي هم تكوين العمور. ودي الغرزة اللي انا اشتغلتها في الاول. باخد خيط وبدخل فيها. اخد خيط واطلع منها. هياخد خيط واطلع من حلقة واحدة. دي اللي انا هشتغل فيها السطر اللي جاي. تمام? باخد خيط وبطلع من اتنين واخد خيط واطلع من اتنين. بقى معايا بالطريقة دي. كاني عملة سطر من السلسلة وفوقها سطر من العوانون بالطريقة دي. نعمل تاني. باخد لفة على الابرة. باجي عند اخرى هفصه كانه تكوين سطر سلاسل عادي جدا. بشوف اخر واحدة بدخل فيها. باخد الخيط. اخد الخيط واصحبه من حلقة واحدة. اخد الخيط واصحب من حلقتين. اخد خيط واصحب من حلقتين. كمان مرة. باخد خيط على الابرة. وادخل في السلسلة الاخيرة. اخد الخيط واطلع منها. واخد الخيط واسحب من واحدة بس اللي هي السلسلة. واخد خيط واسحب من اتنين. وخيط واسحب من اتنين. بكده اكون عملت سطر من السلاسل. وكمان سطر من العوانون. ولما باجي استخدمه. بلاقيه بيتمط معي. او بيتفرد معي. بيوسع ويضيق. زي وزي اي سطر. من هنا بيكون زي من هنا بالزبط. انما باقي انا اقدر استخدم السطر السلسلة بتاع البداية ده. في حاجة زي الكوفية مثلا. انا مش هحتاج ان هي تتمط معي. لو بعمل دايرة. مثلا الايسكاب من فوق. فبعمل دايرة. فبتالي يكون مقفولة. انا مش محتاجة ان هي تتمط. بعمل لك مثلا. فبعمله بغرزة السلسلة. لان انا مش محتاجة ان الحاجات دي تتمط معي. لكن اي حاجة عايزها تكون بتتمط وما يكونش في فرق بين بداية السطر من هنا وبدايته من هنا بعملها بغرزة الفونديشن دي. هنعمل كمين كم واحدة مع بعض علشان تكون واضحة اكتر. السطر ده هو اللي انا بعتمد عليه كأنه هو السلاسل فبشوف اخر واحدة فيه. ماليش علاقة بالجزء ده اللي هو جزء العمود. باخد لفع الابرة وبدخل في الحلقتين بتوع اخر سلسلة. وبطلع منها بالطريقة دي. باخد خيط واطلع من اول حلقة اللي انا بعتبرها السلسلة. اخد خيط واطلع من اتنين واخد خيط واطلع من اتنين. كمان مرة. باخد الخيط وادخل في حلقتين بتوع السلسلة. واطلع منها. بقى معي تلات لفات. اخد خيط واطلع من واحدة واخد خيط واطلع من اتنين واخد خيط واطلع من اتنين. هي سهلة بس في البداية بس هتحس ان انت مش عارفة غرزة السلسلة فين. اول لما هتمشي شوية هتبقى واضحة بالنسبالك جدا. بالطريقة دي. يعني هي بينها هنا دي غرزة ودي غرزة. ودي اخر واحدة. بعد كده بيكون تكوين غرزة العمود. فالجزئية دي هي اللي بنعتمد عليها في كل غرزة بنشتغلها بعد كده. بنشتغل في اخر واحدة. وهي بصراحة غرزة رائعة وانا بستخدمها كتير جدا. فحاول ان انت يتدربي ايدك عليها. علشان هنستخدمها بعد كده في كزا حاجة. هنشوف استخدماتها في ايه بقى? في الحاجات اللي جاية بامر الله. شكرا لكم اشوفكم في درس جديد بامر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.